أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تستهدف من خلال التوسع في تنفيذي المزيد من المشروعات التعدينية وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التي تسخر بها مصر دافع معدلات النمو الاقتصادي جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع وزيري الكهرباء والبترول وعدد من المسؤولين وخلال الاجتماع تم استعراض المقترحات الخاصة بالاستكشاف الوطني لمناطق وجود الذهب والعناصر المشعة كما تطرق الاجتماع لجهود تعظيم الاستفادة من قدرات البشرية والعلمية والتقنية والخبرات لكل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وهيئة المواد النووية وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وكلف رئيس الوزراء بسرعة تسليم هيئة المواد النووية مخرجات المسح الجوي لمساحات من الأراضي إلى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية للعمل على الاستفادة منها وتحليل البانات وإعداد تقارير خاصة باحتمالات تمركز المعادن في الأماكن التي تم مسحها